اسم الدرس أتعرف شبه المنحرف وأرسمه سابعاً أرسم دائرة قيس شعاعها بسنتيمتر أربعة أرسم حبلين متوازيين وغير متقايسين ألف باء وجيم دال ما نوع الرباعي الذي تحصلت عليه؟ الإجابة أرسم دائرة قيس شعاعها أربعة سنتيمتر أرسم حبلين متوازيين وغير متقايسين ألف باء وجيم دال أرسم الرباعي ألف باء جيم دال أستنتج الرباعي ألف باء جيم دال هو شبه منحرف متقايس الضلعين لأن له أربعة أضلاع إثنان منهما متوازيان غير متقايسين ألف باء وجيم دال وإثنان منهما متقايسان غير متوازيين ألف دال وباء جيم ثامناً أرسم شبه منحرف قائم الزاوية ألف باء جيم دال حيث قيس ارتفاعه بالسنتيمتر خمسة مجموعة قيس قاعدتيه بالسنتيمتر ثلاثة عشر والفرق بينهما بالسنتيمتر ثلاثة الإجابة مجموعة قيس قاعدتيه بالسنتيمتر ثلاثة عشر والفرق بينهما بالسنتيمتر ثلاثة أي أن قيس القاعدة الكبرى يساوي ثمانية سنتيمتر قيس القاعدة الصغرى يساوي خمسة سنتيمتر أولاً ثانياً ثالثاً أوظف تاسعاً للسيد صلاح الدين لوحة معدنية في شكل مستطيل ألف باء جيم دال حيث قيس محيطها بالدسيمتر ثمانية وأربعين وقيس طولها ضعف قيس عرضها ليصنع لافتة عين السيد صلاح الدين على ألف باء نقطتين ميم ولام حيث ألف ميم تساوي باء لام تساوي إثنان ديسيمتر واقطع المسلسين ألف ميم دال وباء جيم لام ما نوع الرباعي الذي تحصل عليه؟ أعلل إجابتي الإجابة الرباعي الذي تحصل عليه السيد صلاح الدين هو شبه منحرف متقايس الضلعين لأن المسلسين ألف ميم دال وباء جيم لام اللذان قام باقطعهما لهما نفس الأبعاد حيث ألف ميم يساوي لام باء وألف دال يساوي باء جيم أرسم تصميماً لهذه اللافتة ممثلاً كل إثنين ديسيمتر في الحقيقة بواحد سنتيمتر على التصميم الإجابة قبل القيام برسم التصميم يجب معرفة الأبعاد الحقيقية لللافتة محيط المستطيل يساوي طول زائد عرض في إثنان طول زائد عرض يساوي سمانية وأربعين على إثنين يساوي أربعة وعشرين ديسيمتر بما أن طول يساوي عرض في إثنان فإن ثلاثة عرض يساوي أربعة وعشرين ديسيمتر بالتالي العرض يساوي أربعة وعشرين على ثلاثة يساوي سمانية ديسيمتر والطول يساوي ستة عشر ديسيمتر البحث على البعض على التصميم الأبعاد على التصميم باعتبار إثنان ديسيمتر يساوي واحد سنتيمتر الطول يساوي الطول الحقيقي على إثنين يساوي ثمانية سنتيمتر العرض يساوي العرض الحقيقي على إثنين يساوي أربعة سنتيمتر أولا ثانيا ثالثا نقوم باقتطاع المثلث ألف ميمدال نقوم باقتطاع المثلث با جيملام رابعا عاشرا خطر لعائشة أن تخيط علما مميزا لفريق كرة اليد بمدرسة المنارة فأخذت قطعتي قماش مختلفتي اللون وقصت من كل واحدة شبه منحرف قائم الزاوية حيث قيس القاعدة الكبرى لكل منهما بالمتر 0.80 قيس ارتفاع كل منهما بالسنتيمتر 20 قيس فتحت كل زاوية حادة فيها بالدرجة 30 ضمت عائشة شبهي المنحرف إلى بعضهما البعض فأصبح المستقيم الحامل للقاعدة الصغرى محور تناظر في العلم أرسم تصميما لهذا العلم معتبرا كل عشر سنتيمتر في الحقيقة واحد سنتيمتر في التصميم الإجابة قيس القاعدة الكبرى لكل منهما بالمتر 0.80 يساوي 80 سنتيمتر في الحقيقة يساوي 8 سنتيمتر في التصميم قيس ارتفاع كل منهما بالسنتيمتر 20 في الحقيقة يساوي 2 سنتيمتر في التصميم قيس فتحت كل زاوية حادة فيها بالدرجة 30 نرسم القاعدة الكبرى 8 سنتيمتر من ثم نرسم الزاوية الحادة 30 درجة نرسم الارتفاع بالسنتيمتر 2 والآن نقوم برسم مستقيم عمودي على الارتفاع وموازي للقاعدة الكبرى لنحصل على شبه منحرف قائم الزاوية نقوم بضم شبهي المنحرف إلى بعضهم البعض بحيث أن المستقيم الحامل للقاعدة الصغرى هو محور تناظر في العلام محور التناظر أقيم مكتسباتي 11 اقتطعت أمل هذا المستطيل من ورقة في شكل شبه منحرف متقايص الضلعين حيث القاعدة الصغرى هي طول هذا المستطيل قيص القاعدة الكبرى ضعف قيص القاعدة الصغرى قيص الارتفاع ضعف قيص عرض المستطيل أرسم شكل الورقة الإجابة ترجمة نانسي قنقر